النهاردة الحقيقة هنتكلم فيها عن التلاكيك بقول التلاكيك وكلنا طبعا عارفين التلاكيك فمتابع من المتابعات السوريات اللي ازاز قالتلي انا ما بفهم عليكي ايه التلاكيك دي فالناس بدأت تشرح لها ايه التلاكيك فبقوا يقول لها اللي هي الاسباب المفتعلة يعني هم علموني معنى انا الحقيقة مكنتش يعني مش مركزة قوي في المعنى اللي هو حد يفتعل سبب علشان يتخانق معاكي عليه وبناء عليه احنا النهاردة هنتكلم عن التلاكيك او الاسباب المفتعلة للخناقات واللي بتيجي من مستصغر الشرر يعني حاجة عادية خالص يعني طبخة زرار شراب فرد شراب ضيع طبعا فرد الشراب انت طبعا ده اساسي اي حاجة اي كلمة عادية اي قناة بنتفرج عليها وهو عايز يتفرج على حاجة وانت على حاجة تكيف افتاح التكيف اقفل التكيف تقلب خناقة وحريقة في البيت وممكن تغضب وتروح عند اهلها وممكن يمد ايده موضوع طب ايه جماعة وانتوا تخانقتوا على ايه اصلا فتدور تلاقي الموضوع تافه جدا يعني السبب بتاع الخناقة تافه تفاها مقاطعة نظير طيب هل الخناقات اللي بتجبر من تفاها او من مستصغر الشرر دي بتبقى رواصب ومرقدين لبعض ومستنين يعني على بعض تلكيك عشان يمسكوا فيها ولا بتبقى تفاها اكتر من فكرة السبب نفسه انه انا مش هعدي لك حاجة وانا مش هعدي لك الهفوة احنا عايزين نفهم السبب اللي ممكن يعني الحياة بقى اهدة من كده بكتير لو عدينا لبعض التفاها دي يعني لو يعني مش لازم يعني معلش حصل خير معلش الملحزات معلش حاضر مش لازم نقلب الترابيزة وفيه اكل بيترمي في الزبالة وفيه عشان ايه عشان قصة انا اعرف حد يا مؤمنين عشان هو الشربة كانت سخنة ولسعت لسانه قلب الترابيزة هفة في الشربة حضرتك لا هو مش هازي هفة في الشربة انت انا ايلك حطي الاكل بدري وكلام بقى تلكيك فعلا اسباب مفتعلة فعلا مروة الصعيدة ازايك يا مروة ازاي كده عام لأيه هل في اسباب مفتعلة وتلكيك ومبوز الحياة طبعا بصي الحلقة دي ينطبق عليها جدا المشهد اللي عمره بيروح من بالنا بتعسك على بناتك لما قالت له كلمة مني على كلمة منه فؤاد الوانس بطلها بصير قوي قال لها ما كنت سيبيه يمسكها يا فوزي يعني عديها فعلا بتبقى تلكيك صغيرة موضوع الملح اللي انتي قلت عليه ده خناءة كبيرة جدا قامت ليه لان الملح ناقص والملح موجود الملاحة على الترابيزة ناقص كمان مش زايد مزايد ده لو ناقص سهلة يعني الموضوع كبر جدا دي حاجة حقيقية دي حدودة حقيقية فعلا ودخل فيه الأهل وكبر وحيوصل للطلاق فراجل بقى عائل يعني بيحكم بين هلتين الخناءة كتعليقية جماعة قال لها قالت له الملح كان قليل فانا قلت له انا اسفا ننسيت ان انت بتحب الملح زيادة فقال لها ما انتي مختيش من أمك غير الزهايمر هي اللي ورسته له فهي حست انه ابتدى يغلط في أمها فرحت معي راه بعيد في أمه فالموضوع كبر 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 دخل فيه الأهل فبيسأل الراجل قال لهم يعني الخناءة كتعلي ملح قال لها اه والملاحة كتفين قيت له كتعالترابيزة طيب اصل الموضوع كله ايه انه من الاول خالص هو الراجل جاي مخنوق وقرفان ومضغوط وحاجات كتيرة جدا جدا جواه والست نفس الحكاية وكانت هي دي الشعراية اللي انفجروا بيها في وش بعض التلكيكة اللي هي اصلا حلها قدامك عالترابيزة انا اسفة نسيت انك بتحب الملح زيادة ولا يهمك انسك الملحة حط الملح لكن هوا كان كلمة ولا يهمك دي جميلة قوي ومريحة قوي بس ابتتقلش خالص اه عشان جميلة ومريحة ولا يهمك دي يا دي حلوة قوي الكلمة دي يا جماعة قلوها عادي معلش انا اتخخرت عليك خلاص ولا يهمك وانا افضل مستنيكي يعني عارفة انت الحاجات دي لو كلمة ولا يهمك دي هتحل نص مشاكل الشعب المصري ده ده كل المشاكل خصوصا بين الازواج وفي كلمة كمان اسهل واحلى منها كلمة شكرا